عايزك تقول كل حاجة كل حاجة خيات الأهلي ما يظهرش بشكل كبير مبارح خيات رأي الجيش برضو يظهر بشكل محترم جدا رغم فوز النادي الأهلي بس ما فيش رضا على المستوى طبعا ظهر الأهلي بأداة باهت جدا أمام طلاع الجيش كنا منتظرين وقل لي بعد عودة بعض الغيابات لأن الأهلي لازال منقوصا من عناصر كتير أن الأداء سيصبح أفضل مما كان علي لكن واضح تماما أن في مشاكل بيعاني منها مارسي الكولر يعني منها فريق النادي الأهلي قدت لزهور الأهلي بهذا شكل الباهت أولا خسر مارسي الكولر أرهان على شكل خططي فيما يخص أنه نشوف الحالات ونقول إيه الشكل يلا نبتدي بأول لقطة معنا بص ماشي ماشي واحدة بص يا كريم وسط الملعب رجع ثانية رجع ثانية رجع ثانية رجع أول فريم بس عشان نشرح لأن دي لها كمالة بص يا كريم بص يا كريم الخط الخلفي بص الخط الخلفي بتاع النادي الأهلي فيه كام لعيب دلوقتي حالا تلات لعبين الأهلي كان بيعمل إيه وإيه اللي رعين عليه مارسي الكولر في اتجاه الكورة اللعيب اللي الكورة من ناحيته الظهير بتكلم على الظاهرين بيطلع يقابل الجناح بدر شوية وهنا أكرم توفيق طالح حوالي 7-8 يارضل قدام وفيه 3 على خط 1 محمد 10 فاسر إبراهيم رامي ربيعة ده عمل إيه عمل مشكلة تكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة خلال نفس المباراة أمام طلاق عيد الجيش ده نتيجة تعليمات ده ما بيحصلش بالصدفة لما يكرر قلنا قاعدة للجمهور لحاجرة تكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة في نفس المباراة نمط سواء كانت إيجابية أو سلبية للفريق اللي احنا بنتكلم عنه هنا أكرم توفيق طالع سايب سبيس كبيرة جدا وراه ما فيش أي تخطية لا من وسط الملعب ولا من الظاهر طبيعي لأنه معاه مهاجم طالع قاطع قدامه عشان تتعامل الكرة اللي هو كريم طارق دخل في العمق وبعدين هيعمل الاختراك كمل ومشي الكرة على سرعتها عادي وهنتكلم وهي شغالة هنا الكرة راح يتفتح طالع الجيش اللي بيلعب بتلاتة وارا أحمد أيمان منصور نفس المشكلة دي يا كريم هنشوفها تلات واربعة مرات وهنا خليني يوقفك عند لقطة مهمة جدا محمد الشناوي في لقطة بس يمكن مش معنا في الديئة خمسة نفس الخروج الخاطئ من محمد الشناوي لكن الكرة كانت تسلل نفس الغلطة اللي غلطة محمد الشناوي في كرة الهدف غلطة في الديئة خمسة يبدو أن هناك حالة من اللا تركيز عند محمد الشناوي أنا معرفش إيه سببها أكيد مهم للجاز الفني نادي قال إما أنه يحتاج لراحة ذهنية فيرتاح ويلعب مكانه كرة دي كمان تردت فيها ومش من عادة محمد الشناوي بتردت ولما تكرر مرتين في الوقت ده في الوقت ده من المبارف أول 25 ديئة كريم في مشكلة في الديئة خمسة نفس اللقطة نفس اللقطة خروج ما فيش أي تنصيق مع الاتنين المدافعين رغم أن فيه اتنين مدافعين كانوا مع المهاجم في الكرة في الديئة خمسة إلى أنه طلع ثم تردد وتراجع لكن الكرة تم احتسابها تسلل خروج سيء جدا بصها كريم أهي ده نفس اللعبة نفس اللعبة نفس القطع نفس الطريقة نفس الخروج بلا أي مبرر كمل كمل كملها كملها كمل كملها على عدد هاي دي مش كرة اللي فاتت لا مش كرة اللي فاتت لا دي الجون دي الجون دي الجون دي الجون أنا جابها لك من زاوية تانية تبين لك تبين لك الخروج ما تفهمش هو راح فين بص بص شناور راح فين انت راح فين هو راح هو لا طلع ولا رجع جونه ولا كمل ولا شان فيها التسلل راح ورجع وخط خطوة ورجعها تاني ولفه ورجع لا حالة من اللا تركيز الكرة دي مالاش علاقة بالفنيات الكرة دي مالاش علاقة بالمحمد شنوي فعلا هو حارس مصر الاول لكن في الكرة زي دي بص يا كريم بص ما تفهمش هو خد قرار ورجع فيه فاتأخر حتى عن انه يقطع على المهاجم فوصلها متأخر بص بص كمل انت تلاقي العيب بتاع طلاع الجيش هو علاقها اول ما وصل عند شنوي انا عايز ولك مفاجأة بقى ارجع معلش بالكرة تاني انا مش هافتي كخبير في حراس المان بس البوزيشن اللي واخده اصلا الشنوي وهي الكرة بتتلعب ده فيه توقع رائع من الشنوي انه هو توقع انه هيبقى فيه انفراد فقرب جدا من 18 ما وقفتش تحت تلات خشبات توقع انه هيبقى في انفراد بص بقى الحركة فلما قرب اول ما كرة تلعب ترجع انت كنت ممكن انت خدت القرار انك مقرب والدليل والدليل كمل الكرة الحد اللقطة اللي المهاجم بيلعب فيها كور كمل الكرة الحد اللقطة للمهاجم بيلعب فيها الكور كمل 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 لحد ما المس كمل 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 بس وقف هنا وقف هنا رجع رجع فرق الدقيقة كريم ما بين الشنوي واللعب مريب جدا يارضتين او تلاتة الشنوي كان ممكن يوصل ستة وسبعة يارضة بدري لانه خدوا مرجعهم وخدوا مرجعهم الخطأ يتحملوا طبعا اكرم توفيق في المقام الاول مارسي الكولر قبل الاثنين خط الدفاع اللي كان كارسي في المباراة واخيرا طبعا محمد الشنوي نلقل بقى اللي بعدها يلا نلقل على الحالة اللي بعدها وتكلمنا على النمط فنروح بالحالة اللي بعدها يلا خلص خلصنا الفريم ده كمان روح للحالة اللي بعدها على طول يلا بي ايه نفس الشكل الاسبيس يا كريم الشرح بتاعها بص يا كريم الكرة دي اتكررت مرة واثنين وثلاثة بشكل مختلف دي مش كرة الهدف بص الاسبيس قد ايه بص اكرم طالع فين بص الزهير لا اي منولا ايسر موجودين المسافة ما بين الاتنين سنة تربية شارعة عشرين متر ما بين الاتنين خش على بعده خش على بعده الفريم اللي بعده بص يا كريم بص المسافة يا كريم ما بين الراجل بص اكرم فين بص 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 رامر رابعة فين رامر رابعة تحت العيب اللي عليه الدائرة اللي تحت السهم مش اللي دائرتين اللي فوق اللي تحت السهم رامر رابعة نازل تحت قوي ليه المهاجم سحبه فضم ساحة اتحطت طبعا يحيى عليها طلاقع الجيش مش بس انها خطع من نادي الاهلي لانها قررت مرة واثنين وثلاثة كابت محمد يوسف مباراة قوية جدا رأي مخسرته من نادي الاهلي في بداية مشواره وده الشكل اللي قررت مرة واثنين وثلاثة ده ياسر ابراهيم اللي في النص طبعا اللي عيد دهالي هناك فمسافة كبيرة جدا رامي نزل تحت اتسحب وياسر بعيد جدا جدا 30 يارضة 40 يارضة مش ده شكل دفاع النادي الاهلي يابهر اللي بعضه نفس المشكلة ونفس الازمة ونفس اللعبة بتشاور بتعزم على بعض مين اللي يروح يغطي في وسط المرعب لقطة بالنسبة لي غريبة جدا غير مبررة حالة التفكئ اللي كان واقف فيها دفاع النادي الاهلي في هذه المقرأة اللي بعضه اللي بعضه انا واسم ممكن اقول حاجة على دفاع الاهلي قبل ما تكمل دي بسرعة سواني ثبتها اللحظة انه ما تنساش وعشان برض ندري خياب محمد عبد المرعب ومحمد متولي وعلم علوم متفق تلاتة من الاخرات للدفاع الاسيين مش موجودين فالمنظومة الربعية دي مش متجنسة وان كان لعبوا قبل كده متفق مليون في المية لكن حالة الانسجام كان في جاب اقدر ازود ده ما عملتش مبارات مودية انا كمدير فني مسئول الجاب مينفعش يبقى كبير خاصة ان ياسر ابراهيم ورامي رابي ياسر ابراهيم تحديدا هو اللي كان بلعب السيزنة اللي فاكل مسافة والجاب بالنسبالي اه في عزر لكنه مش مبرر كافي لهذه الحالة بصها كريم بصها كريم مش شوط التاني نفس النوع بص في شارع ناحية اليمين في الجابهة فيها اكرم وكريم يعني باود الكرة باود الكرة بشكل غريب جدا مساحات غير طبيعية انها تتواجد هنا وبيخش كريم طارق وبيحط الكرة طبعا لو لو احمد سبيل دي على شماله كجون الكرة جاية على يمينه واليمين طبعا قال ليش رجع رجع وعلى فكرة حاسمين بيسجل بيمينه حلو برضو بالمناسبة لكن هي 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 جات له على يمين جات لهش على عدلته اه فاطلعت فوق بصها بصها كريم نفس الجابهة نفس الطريقة ومن هنا يا اكرم اكرم توفيق دي يعني وحشة اوي وحشة اوي اندفاع غير مبرر ترقيصة طبعا رجوع متأخر من عمر الصلاية هدف طبعا على طريقة انرامو يعني لكن لكن بالشكل ده سنة سنة حلو على طريقة انرامو دي اه اه طبعا اممنتش تعطيات مارادونة لا 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 ده دي انرامو ده دي انرامو انرامو بالزبط اه 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 نفس نفس الشكلة ارجع تاني ارجع 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 معلش معلش عشر سوين ارجع بص بص كريم بص ارجع ارجع بص 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 خمسة ستة مفيش ضغط مفيش ضغط نهائي مفيش كافرج اللي تعرف من اللي اللي بيمشي اللي بيتمشي وراء العيب تالع على الجيش ده ده الباكلفت محمد اشرف اللي جابه هنا بيلف وراه بهادي الرعونة زي انا مش عارف راجع اللعيب بيوصل كمل 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 كملها على عدلة لبص بص خمس لعبين محدش بيضغط حدش بيضغط راجل مكمل حد الثمانتاشر لحد ما هيشوت لعبة كل عملة بترجع بترجع كمل والاهم منها هاتلي مرسي الكولر بعدين يلا يلا كمل كمل بس سلام انا مش اعمل مرازبية محمد اشرف همشوف برومسين جد ما عملش مباربة جبيرة بس برومسين جد اسوأ مباراة لعبة محمد اشرف مع نادي اهل الهدي المباراة محمد اشرف افضل ظهير ايسر صاعد في الكرة المصرية الظهير الايسر الاساسي للمنتخبنا الاولمبي لعيب كبير جدا رفا عليك عند كتير جاي وراديك نوعش قوي بالزبط انا بس اشن عنديله حقه ان هو لعيب كويس عشان الناس ما تقريبش على المباراة دي واس محمد اشرف من اللعيبة اللي شافها مارسي الكولر واقتنع به هو الراجل اللي ما بيقتنعش به يا اما بينزله اتمرد تحت لو هو من الشباب مش على قوة الفريق الاول او ما بيخلهوش في اوليباته بس مارسي الكولر هنا وده لقطة مهمة جدا 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 راجل غير راضي تماما عن اللي بيحصل في المباراة ولقطة تكررت مرتين وده من المرات النادرة بالمناسبة ومارسي الكولر المدرب هادئ جدا برافق عليك انا اوما انا شوفهم تعاص دي انا مره في نفس المباراة اللي هو احساس اللي هو ده عملي تاني ده هتيجي بقى للي بعد كده ده هو الراجل ده دي كانت ابتدى الراجل يخرج عن شعوره واللي بعد اهو يلا بقى دخلنا بقى على ده الجزء بقى الايجابي اللي نفزه النادي الاهلي والشغل على الناحية اليمين وتجميع اللعب كريم فؤاد دي لقطة الهدف دي لقطة الهدف برونو سافيو كريم فؤاد وبن هنا رتلأ للمرة العشرة لمستر ماس الكولر على برونو سافيو محتاجة كملها كريم ولا برونو سافيو جناح مش بلاي ميكر برونو سافيو يلعب على الجناح ملعبش على فرقم عاشرة حافزتها ويا رب يسمعها بقى على اسم البرنامج الرقم عاشرة والله بس انت صح ارجوك يتفرج ارجوك يتفرج هنا ادي اهو الجول الجول من الحليمين برونو سافيو بيسجل من العالمين بيسجل من العشمال بيشكل خطورة طول ما هو متواجد على الاطراب أول عيب بتاع واحد على واحد مش العيب ياخده كرة بظهر ويلف وبتلعمل الروتيشن ويوزع برونسافيو مش العيب مركز عشرة بيصنع لأحمد عبدالقادر اللقطة المضيئة الوحيدة لأننا نتكلم على أحمد عبدالقادر اللقطة المضيئة الوحيدة لأحمد عبدالقادر في المباراة تحرك ممتاز قطع رقصية على لاعب غير معتاد اللعبة بالرقصيات تحسب لأحمد عبدالقادر لكن هنتكلم على أرقام سلبية جدا لأحمد عبدالأدر بعد الهدف برونو سافيو بيصنع من أحيالي مين كروس دقيق جدا جدا ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني الفريم اللي قبله على طول ارجع تاني الفريم اللي قبله الفريم اللي قبله الفريم لا الفريم نفسه مش الكادر اه لا بلاها على طول بص الكروس يا كريم الكروس دقيق جدا رغم ان فيه خمس لعبين في مصاري الكرة دقيق جداً ناس تستسهل الكروس لكن برونسافيو عمله دقيق جداً على رأس أحمد عبدالقادر تحرك ممتاز من أحمد عبدالقادر مش على رأس أحمد عبدالقادر بس الأطر أحمد عبدالقادر في منتهى الزكاية يعني اللي خلى كل برونسافيو حلوة كان ممكن لو شالها المدافع دا عبدالقادر حلاش كنت هتول عليه أو كن ممكن ناس تفتكروا أنه هو أوفر وحش بس برضو بصراحة عبدالقادر خلى شكلها حلو دايماً يا كريم بنقول على قصة الكروس خلىها تعدي المدافع الأولاني ونشوف هنا معدية خمس لعيب أحشان كراءت لكوعة كروس حلو قوي واحمد عبدالقادر تحرك ممتاز ورأسية من اللعيب لقيه وجيد الكرات الرأسية تحسب الله أحمد عبدالقادر اللي بعده عشان عارف الوقت اللي بعده الكرة اللي بعدية والاختراق الاختراق كمل 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 الاختراق نفس الكرة دي بتاعت الكرة دي بتاعت الهدف بردو برونسافيو جاي من ناحية اليبين لعيب مزعج جداً طول ما هو متوجد في المنطقة دي حر دون أن ياخد واجبات اللعيب اللي بيلعب صنع ألعاب أو مركز عشرة يلا اللي بعده الحالة اللي بعدها على طول الحالة اللي بعدها بصها كريم هنا ده هنا كريم فؤاد لما راح ناحية الشمال وهنا كلمة برضو كريم فؤاد من لعبها المجيدة جداً جداً رغم أنه اتنقل وحرك مكانه أكتر من مرة من الجامحة من النحل من اللحل الشمال من أكتر لعب بالنسبة لك كان أفضل لعبها زي المبارا كأداء إجمالي معظم لعب النادي الأهلي ما كانوش في حالتهم لكن هروح طبعاً كأرقام ولو هما يعرضوه احنا بنتكلم هاتل أرقام برونسافيو برونسافيو واليو ديانج مشاركة برونسافيو لعيب سام نسبة تمريرات 74 من 80 قطع خمس تمريرات استعاد الكرة 12 مرة أي تدخل على الأرض كاسحة ألغام اليو ديانج كاسحة ألغام ما شاء الله طبعاً عشان ناس يعني ما شاء الله نجم تقولي اللعبة الكبيرة يا كريم طول ما مستوى سابت مشاركة مع برونسافيو خمسة وعشرين تمريرات من 30 استخرس الكرة 6 مرات صنع 3 فرص من وراء النادي الأهلي ما كانش في حالته ساهم في الهدفين أساس طبعاً خد ركلة الجزائف يعتبر أساس وإيه الكراس لإيه بتاع أحمد عبدالقادر تقدر تقول لي أسوأ لعب؟ هو مناصفة ما بين اثنين طبعاً أنا عارف أن أنت كنت تكلم أوف إير بس أحمد عبدالقادر طبعاً قدم مباراة سيئة جداً لو نحط أرقام أحمد عبدالقادر مباراة سيئة جداً على كل الأصعيدة كرات مقطوعة مراوغات غير ناجحة لم يصنع فرص لم يسدد على المرمى إلا الكرة الرأسية وكرة أخرى طوال 80 دقيقة لعبه محمد عبدالقادر لا محتاج يراجع نفسه مارسل كولر محتاج يراجع نفسه حاجات كتير محتاجة نعيب هذه الموهبة التاني ميل اللي هتفق معك فيه اللي أنت هتفق معاه فيه محمد شريف طبعاً محمد شريف مارسل كولر يا كريم مارسل كولر كنا نتكلم في الكلام ده كنا نفرج على المطشي مع بعض مبارح مارسل كولر عنده مشكلة في مركز المهاجم وأنا بقول لك هذا ليس سراً بقوله المرة الرابعة أو الخمسة هنا مارسل كولر عنده مشكلة في مركز المهاجم لعنده قناعة تامة لا بحسام حسن ولا محمد شريف ولا بالمستوى اللي وصله شادي مارسل كولر طلب من ندارة النادي الأهلي التعاقد مع مهاجم لأنه شايف أن الشغل اللي بيعمله بيتحرق وكان فيه في معانا الأطب بس الوقت مش مكافي للكورة اللي ضاعي بتاع محمد شريف لا الرجل عنده مشكلة كتير مع مركز المهاجم